السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 15 آذار مارس وبما أنه اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود أو الآن موجود في برج الثور احنا الآن بفترة خلو مسار وبعدها في ساعات الفجر ساعة 13 دقيقة بده ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود القمر في برج الجوزاء لغاية الساعة 49 دقيقة من صباح يوم الأحد القمر الآن بما أنه موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأورام الأعمال الأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعديها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر بما أنه الآن موجود ما زال في برج الثور فمن ضل غاية ساعة الفجر أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراع عقار أو قضى وقت ممتع في المنزل الساعة 10 و28 دقيقة مساء يوم الخميس بدأ عنا خلو المسار طبعا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 3 و15 دقيقة من فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لا برج الجوزاء هذا بيعني أنه ما زلنا في فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراع شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 3 و15 دقيقة فجرا من فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقله بيستقر في برج الجوزاء عشان هيك خلال هذا اليوم نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وممكن يكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية رح تكون الساعة 5 و59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و59 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية رغب كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تئذوا فيها الآخرين كثير دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم إننا نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها من الآن وحتى ساعات الفجر عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم من ساعات الصباح بيصير عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال يوم الجمعة واللي ما بنصح إجراء عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن لازم نتواقع وخصوصا الأشخاص اللي بعانوا من مشاكل بالجهاز التنفسي أو الرأوي وبرضو اللي بيشعر بأي أعراض غير اعتيادية راجع الطبيب هذا اليوم مناسب للفحصات الطبية والعلاجات لهاي الأمور لهاي الأعضاء ولكن مش جراحة أو عمليات كبرى أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فهذا اليوم مناسب للعمليات الجراحية وخصوصا إذا ما في خلوم مسار بالوقت اللي فيه عملية جراحية إلا إذا كانت اضطرارية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 44 دقيقة صباح يوم الأحد بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة 49 دقيقة صباح يوم الأحد أيضا لا يستقر القمر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام الساعة 56 دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة 37% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الصباح منتحسة بنسبة 10% القمر في الثور والساعة الفجر زي ما حكينا بده ينتقل للجوزاء ورح يظل في برج الجوزاء ليوم 17 ثلاثة منتحس بنسبة 60% الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 25% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة اليوم مزاجه سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% وأورا نصف الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بالظل في فرصة لمكسب مالي بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو يكون في زيادة في المصاريف عند البعض أو رغبة في صرف الأموال أما من ساعات الفجر وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهميش إنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم اتفاهم الآخرين وإبقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات الفجر وبإمكانكم كتبادوا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات الفجر وما بعد بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة وممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية بتطلب منك توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية بالنسبة لموليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات الفجر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وما تتخذوا قرارات حاسمة أما من ساعات الفجر وما بعد بيصير عندكم ثقة بالنفس أكثر وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً وانا القمر صار موجود عندكم فبيجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبدل الجهد من أجل بلوغ التفاهم وإشاعة السلام يعتبر بداية فترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعماً حاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم من الآن وحتى ساعات الفجر ممكن يفاجيكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته حاول أنك تضبط عصابك وما يكون لك ردات فعل لأنه في ساعات الفجر القمر بصير وصل لها بيت متاعبك فبتدخلوا فترة بتطلب منكم من بعد ساعات الفجر عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض ممكن تتعانوا من ركود أو مراوحة المكان وما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بظل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين طبعا هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر وما بعد بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجعك أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك وبرضو اليوم بإمكانك استغلال علاقاتك ومعارفك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن وحتى ساعات الفجر بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بأمور تتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الفجر بيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هاي الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة بتواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام في صعوبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً من الآن وحتى ساعات الفجر بيظل في فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أما من ساعات الفجر وما بعد فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والسفريات وبيصلكم خبر من بعيد بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاك وفيها سفر محتمل لبعض موليد برج الميزان برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن وحتى ساعات الفجر بتظل هاي الفترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدون عصبية وبدون مشاكل أما من ساعات الفجر وما بعد هو أن تتغير الأوضاع لبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات أو قرارات سببت إزعاج وعدوات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعة الفجر بظل التركيز على العمل وعلى الصحة ولكن عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم أهمش أن تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة حتى ساعة الفجر أما من ساعات الفجر وما بعد وهنا بيصبح هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حذروا من الانفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب التوتر أو العصبية أو ردات الفعل لأن الجو العام متوتر فممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور ما تتدمر لأنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أما من ساعات الفجر وما بعد ورغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نذموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلته بالقشور والأمور الثانوية ركز على عملك اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاح والأرباح وراقب وضعك الصحي ممكن يكون في بعض القلق المهني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعات الفجر ولكن من ساعات الفجر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهمش أنه ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وفيها نجاح وفيها بعض الحضوظ ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وأيضا بظل الجو مناسب للخروج في نزهة قصيرة من الآن وحتى ساعات الصباح وبارضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما من ساعات الفجر وما بعد بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها من اللي حواليك إذا كان بيستاهل هيك من كون انتحينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة